في المرحلة الخامسة والأخيرة لتصنيف الأمن الغذائي أصبح ربع مليون يمني وهي مستويات كارثية من الجوع حسب الأمم المتحدة التي قالت إنها لم توثق أبداً أناساً في هذا التصنيف سوى في بلد واحد وأن عدد المشمولين بهذه الدرجة في اليمن يزيد عشرات المرات عن أي مكان آخر في العالم تصنيف وأرقام أرفقها منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة في مؤتمر صحفي أطلق من خلاله نداء إنسانياً لدعم اليمن مارك لوكوك وفي المؤتمر قال إن الوفاء باحتياجات الناس خلال العام المقبل سيتطلب توفير أربعة مليارات دولار مشيراً إلى أن توقف الأعمال القتالية لا يعني أن المشكلة ستحل داعياً إلى توفير التمويل المنتظم للعمليات الإنسانية ووضع تدابير عاجلة ومستمرة لاستقرار الاقتصاد والتعافي وإعادة البناء والعمل باتجاه تحقيق السلام المؤتمر وبحسب لوكوك سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة جنيف في فبراير المقبل لإعلان تعهدات المانحين الدوليين موضحاً أن المنظمة تستهدف في العام المقبل الوصول إلى 15 مليون يمنيين بالمساعدات الغذائية بينهم عشرة ملايين شخص في حاجة ماسة لطعام في الدرجة التي لا يوجد أعلى منها في تصنيف الأمن الغذائي وصل اليمنيون ولأن إنهاء معاناتهم مرتبطة بالضرورة بإنهاء الحرب وإحلال السلام هل ستفضي مشاورات السويدي لحل ينهي الأزمة تماماً ويمهد لتعافي البلاد؟ أم أن المعاناة ستطول؟